أكدت وزارة المالية أن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصرية يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العامل المحلي والخارجي منذ شهر مارس الماضي ويصلت الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل وذكرت وزارة المالية أن تقرير معهد التمويل الدولي يتناول بشكل إيجابي أيضا قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائد أولية مع الإشارة لاستهداف 3.5% من الناتج المحلية فائدا أوليا في العام المالي المقبل بما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين رغم ما تواجهه من ضغطات بالغة القصوى نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية ترجمة نانسي قنقر